بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالاً لتصميم أو خطوات تصميم الأعداء المستطيلة هنتكلم على part 16 اللي هو في isolated footing اللي هو chapter 3 وهنتكلم النهاردة عن إزاي تشيك على dips بتاعك في حالة الشير وفي حالة البنشينج ديبس اللي انت جبته من المومنت بحيث يبقى عندي ديبس يقدر يقاوم المومنت ويقاوم الشير ويقاوم البنشينج زي ما تعلمنا إن critical section بتاع البنشينج بيبقى على بعض D على 2 فلو الأعمود بتاعي B column في L column قولنا العمود مستطيل فيبقى القطاع الحرك بتاعي هنا المسافة بتاعته D زائد B column ليه عشان هنا D على 2 وهنا D على 2 يبقى هنا B column زائد D ناحية التانية نفس الكلام L column وهنا L column أسف وهنا D column D على 2 وهنا D على 2 يبقى المسافة كلها D زائد L column طيب أجيب البنشينج إزاي؟ أقول له إن Q punching بتساوي P ultimate اللي هو الحملة بتاع العمود ultimate ناقص FUN في مين؟ في B column زائد D في L column زائد D مش زي L square footing لما كانت B column زائد D لكل square كانت مربعة طيب أجيب الكيو بانشينج إزاي بقى stresses ده الفورس يعني ده يطلع لي بالإيه؟ بالطن أجيب الكيو بانشينج إزاي عبارة عن كيو بانشينج على B نط في مين في D طبعا عندي D وعندي الكيو بانشينج ما تستطيع اشتبط الرابعة في عشرة أو الثلاثة البي نط هو المحيط بتاع الشكل دوت أجيبه إزاي المحيط دوت عبارة عن 2 في L column زائد D زائد B column زائد مين D يعني ممكن أقوله 2 في مين في L column زائد B column زائد 2 مين D يبقى هو ده البي نط المحيط اللي عندي طيب عايزة أجيب بقى الكيو سيو بي اللي هو القيمة اللي مسموح بيها في البانشينج طبقا للكود المصري بناخد أقل قيمة من الثلاث قيم دولت أو القيمة اللي هي جزر الFSU على الجاما سي والقيمة التانية اللي هي نص زائد البي كولوم على L column ماشي برضك في جزر مين FSU على مين على الجاما سي والقيمة التالتة اللي هي 2.5 في مين في ألفا ماشي في مين D على البي نط زائد 0.2 في جزر FSU على مين على الجاما سي طبعا الألفا هنا عشان ده عمود في الوسط فبناخده بكم بربعة يبقى قدر أطلع من هنا قيمة مين من قيمة دي والقيمة دي والقيمة دي أخذ الايه الأقل هي دي QCU لازم الكيو بانشينج بتاعتي تكون أقل من الكيو سيو بي يبقى سيف لو لقيت طبعا أقل من أو تساوي كمان لو لقيت أن الكيو بانشينج بتاعتي مالها أكبر من الكيو سيو بي يبقى لازم تعمل ايه تزود اللي انت جابها في الأول كده يبقى أنا جبت ديبس كويس للبانشينج طيب عايزين نتكلم عن الشير طبعا نلاحظ أن احنا في المسألة في البداية خليت مين؟ خليت السي آي بتاعتي هي هيها مين؟ السي مين؟ اتنين ايه فمش هيهميني بقى الBRC او الLRC دي مش مش هاخدها في الاعتبار عندي لكن هبتدي اشتغل هو اتجاه واحد يأما الاي يأما الاثنين ايه مش هتفرق معايا يبقى كيو شير ايه هي هيها كيو شير اتنين ايه تساوي FUN في واحد واخد شريحة عرضها واحد مت في السي آي ناقص مين؟ ناقص دي ودي طلع علي بالايه؟ بالطن طيب دي فورس عايزة اجيب يبقى كيو شير على مية عشان انت ااخد شريحة عرضها واحد مت في الدي اللي انت جبتها قبل كده للبانشينج وي للمومنت يبقى قدر تطلع الكيو شير طيب كان القود المصري عايزة اجيب كيو سيو او الكيو سيو ليه اللي هي مقاومة الخرصانة المسموح بيها في الشير عبارة عن 0.75 في واحد وثلاثة من عشرة في نص في جزر FCU على جاما سي يبقى طلعت الكيو سيو بتاعته والله لو لقيت ان الكيو شير اقل من او تساوي كيو سي يو يبقى انا في الحالة ديه الدبس بتاعي سيف اما لو لقيت ان الكيو شير ماله اكبر من الكيو سي يو يبقى لازم تعمل ايه؟ انكريز الايه التي ار سيه لحد ما اوصل لسمك يقدر يقاوم الشير بتاعي يبقى انا في الحالة ديه او في المرحلة ديه قدرت اجيب الديمينشنز بتاعت القعدة بتاعتي كلها جبت ال L بتاعت ال RC وال B بتاعت ال RC بحيث ان الطربة لا تنهار وده طبقا للبيرينك بسي جبت سمك الخرصانة العادية الاسف سمك الخرصانة المسلحة اللي هي بتقاوم المومنت وتقاوم الشير وتقاوم البنشنج يبقى ليه ان انا جيب الحديد تسليح اللي هو هيبتدي نحطه عشان يقاوم الشد الناتج عن المومنت وده اللي هنشوفه في الجزء القادم ان شاء الله شكرا